السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب الصف الثالث متوسط راح نشرح موضوع رمز لويس رمز لويس طلاب اكتب رمز لويس لعناصر التالية اول شي طلاب حتى تكتب رمز لويس لازم تسوي ترتيب الالكتروني هس عندك الماغنيسيوم تسوي لترتيب الالكتروني تجي شا تقول الماغنيسيوم 1s2 هذا الغلاف الاول 2s2 2b6 الغلاف الثاني 3s2 وتوقف ليش لان صار عندك 2.2.4.16.12 انتهينا بالغلاف الثالث ومثل ما قلت لكم اللي يحب يعني يتعلم شون يسوي ترتيب الالكتروني يراجع اول محاضرة اللي يعني المحاضرة قبلها شرحت محاضرة يشوف شون يسوي ترتيب الالكتروني طلاب العزاء منكمل الترتيب الالكتروني للماغنيسيوم انتبه على الغلاف الاخير اشقد الزوم رمالتي او اشقد عدد الالكترونات اثنين اكتب الماغنيسيوم وخلي نقطتين هنا نقطة هنا نقطة اقدر اخليه انهم هالصورة هذي ممكن او هيتش يعني كيفك واحدة من عندهم النقطة فوق اوجيه وبس اشوف ارتب اذا واحدة منها واحدة منها اشوف ارتب اذا واحدة بهاي الصفحة واحدة بهاي الصفحة جيد بعدها اجعل الاكسجين اسوي ترتيب الالكتروني صار عندي ثمانية اجعل الغلاف الاخير اشقد عدد الالكترونات البي اثنين واربعة ستة اذا اكتب الاو اكتب الاو اخلي ستة الاكترونات باع وحدة اثنين ثلاثة اربعة بالبداية اوزعت بشكل فردي باور اقدر اخلي هنا نقطتين نقطة اهنا ونقطة اهنا ستة اربعة ستة او اخليها يجب كيفك يعني انت مخير اتخلي نقطة وحدة اهم شي توزع فردي بالبداية كل اتجاه وحدة متوزح المخربطات وتقدر اتخلي النقطة هنا نقطة اهنا صارت عندك بات طريقة هاي الحلوة نجعل ليثيوم ثلاثة نجعل ليثيوم ثلاثة هذا رمز لويس بها الصيغة السهلة اه وابد مصعبة تقدر ان شاء الله تفتهم عليه 1s2 هذا الغلاف الاول 2s1 الغلاف الثاني شقد عندي بالغلاف الاخير هذا الغلاف الاول انتهنا ما عندي ما عندي شي الغلاف الثاني اذا نكتب ليثيوم ونخلي نقطة بكيفك اي مكاخلة هنا او تخليها هنا او تخليها فوق او تخليها جوة المهم بكيفك يعني اي وحدة من ذنة تكتبها صحية هم تخلي النقطة زين اه طلاب العزاء راح نجي نقول الاس اي الاس اي 14 حتى يكون البقية واجب عليكم هذا 1s2 الغلاف الاول 2s2 2b6 الغلاف الثاني 3s2 3b2 الغلاف الثالث هنا طلاب العزاء انت ش عندك تقدر تمشي على الغلاف الاخير فقط ما لك علاقة ببقية الاغلف عفوا تحسب اثنين واثنين اربعة الالكترونات موجودة في الغلاف الاخير راح تقول لي الاس اي وتخلي اربعة نقاط واحد اثنين ثلاثة اربعة بهالطريقة السهلة هاي اتمنى طلاب العزاء فهمتوا اه السؤال وهذا الواقل يعني الباقي البي 15 والكيت 19 والان سبعة راح يكون واجب عليكم اتمنى لكم التوفيق ومع السلامة طبعا اه يعني ملاحظة هالوراق راح تلقونها بقناة على التليقنام رابطها موجود اسفل وصف فيديو تقدر تدخل على القناة وشوف هاي الاسئلة ومزيد من الاسئلة والمرشحات باذن الله